مرحبا يعطيكم العافية و اهلا وسهلا بالجميع رح نحكي الان كيف انت كجست رح تدخل على غرفة ستريم يارد الموضوع سهل جدا رح يجيك لنك بتدخله في اي براوزر مع عدة سفاري سفاري ما بيشتغله بدخله باي براوزر رح يطلب منك بتدخل عن طريق الفيسبوك او اليوتيوب انا بفضل الفيسبوك بتحط اليوزر نيم بعد ما دخلنا اليوزر نيم والباسوود حيطلب منك شغلة اسمها كود جينيريتر هاي بتروح على الاب اللي موجود عندك على الموبايل وبتدخل على الستينج والبرايباسي بالستينج بعطيك كود جينيريترز هذا بتغير كل اعتقد ثلاثين ثانية او ستين ثانية هحطه هون انا الان اوكي مفروض الان يدخل يس بدخلك على شغلة زي هيك بيقولك طبعا الافضل انك تستخدم سماعات اذا بدك تدخل بهذا الاسم continue as جمال بتقول له allow هون سهل جدا allow المايك والهذا again allow اوكي هون هون اذا بدك تغير الاسم انا بقدر اغيره مثلا اكس 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 اكديش ادخل باسم جمال ده ادخل باسم اي حدا وبعدين بقولك enter هون broadcast room طبعا انا لاني بستخدم المايك قاعد وبديش يصير صدى فانا موقف المايك والكاميرا عشان اصور لكل فيديو هذا بس هون بقولك enter the broadcast room بس انتهى الموضوع موضوع سهل جدا بقولك انت في ال back stage هلا صاحب الغرفة اه زي ما انتو شايفين اه انا هلا انا controller في غرفة ثانية طلع لي انه اكس اكس كي كي موجود وجمال موجود هذا اللي هو الضيف الضيف بشوف هذا البرودكاست هذا الشغل اللي بشوفه بشوف انه موجود في ال back stage بشوف اسم الهذا بشوف log in و sign up for free بشوف ال private chat و live comments live comments private chat هذا اللي حكينا عنه بينك وبين ال admin اه ما بشوفه غير ال admin زي ما انت شوف انا كتبت هلا على ال private chat اذا روحت على الصفحة التانية راح تشوفه طلع لي زي notification انه في private chat شفت انه كتب كي 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 ولا واتفر يا ال live comments اللي هي عم بيحكوا الناس الان تعليقاتهم تقدروا انت تحكي مع الكاميرات شوف ال live comments اللي موجودة اه ما بتقدر تعمل اه اي اشي اللي بدي احكي عنه الان هون ال control سهل بتقدر تعمل unmute mute لحالك وانت شغال اه الافضل انك تعمل unmute لما ما بتحكي ولما بتحكي بتشغل اللي mute عشان ما يصير ازعاج او صدى اوكي هاي دايما نحكيها للجميع اه لو سمحتوا اعمل unmute لحالك قبل اه لما انت تخلص حكي ولما تبدأ ترجع تحكي ترجع تحط هذا اللي بدي اشرحها الان share screen نفس الطريقة اللي اه بالمكان اللي شرحناها في الحلقة الماضية اشرحها هون بس اه بقول لك هل بدك تعمل share screen التابس اه خليني افتح مثلا اه يوتيوب تاب اه مثلا اه او بدي افتح لكو اه صورة اه الصورة هاي مثلا اوكي فلو رحنا على الشير سكرين انا كضيف رح اقول لي هاي الشغلات رح يطلع لي تلات صفحات الصفحة الاولى اللي هي صورة الانتائر سكرين عندي ازا بده ارجيهم شو بسوي اه شير اوديون تبهوا عليها ازا بدك تسمع الناس شو عم بطلع عندك على الكمبيوتر زي صوت ازا بتشير فيديو ابل كيشن زي ما انتوا شايفين صورة انا بدي اعمل شير للصورة انا عم بحكي لهم عن اه صور طبعا اللي لازم يعملها الاو الادمن في الصفحة هديك زي ما انتوا شايفين هون بدخلها الادمن بس انت بتحكي له اادمن لو سماح تدخلها هو هيشوفها فالموضوع سهل اوكي اه بالنسبة اه نرجع لصفحة الضيف هاي شفحة الضيف اه بتقدر انت تغير بالصور تلعب بالصور زي ما بدك اه بدك تخلصت من الصور خلاص بتشيلها وانتهى الموضوع بدك تعمل شير لتاب اه اللي هو هون انا زي ما انتم شايفين فتحت فيديو يوتيوب بعمل له شير اوكي ولما ادخل على اليوتيوب بس بتعمل هاي فول سكرين هو هون اوتوماتيك بيبين عنا اه الفول سكرين فالادمن زي ما انتوا تذكرتوا في الصفحة هذيك هو بقدر يعملها اد او بقدر يعملها او بقدر يعملها تبدأ يخفف منها بقدر زي ما انت شايفين التغييرات هاي كلها بسويها الادمن مش انت فانت كضيف المهم انت بتقدر تعمل شير سكرين الموضوع سهل جدا هاي انت السكرين اللي عملها بتقدر تشرح للناس عن الفيديو اللي بدك تحكي او الصورة اللي بدك تحكي فيها الموضوع سهل جدا فبالنسبة انت كضيف ما عندك كتير كلام او عمل على الصفحة بس هي كم شغلة حبيت اشرحها والله يعطيكم الف عافية وبرك الله فيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علينا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد